النادي الاهلي ينهي مونديايل عندها في المركز الرابع خصي اليوم امام فلمينجو البرازيلي بربعية مقابل هدفين للمباراة الثانية على التوالي للمباراة الثانية على التوالي يقدم الاهلي اداء جيد ويخسر وبنتيجة كبيرة بص انا في مباراة ريال مدريد مزعلتش اوي صحيح حكاية المباراة بتخلص خلاص واثنين واحد ودية اتنين وتسعين سجل ريال مدريد بعد كده هدفين بس ما زعلتش اوي كده كده ريال مدريد وكده كده غالبا البلعب قدام ريال مدريد بيشيلي سكور سواء بقى كنت كويس او مش كويس ريال مدريد فزعلت حاجات بسيطة في ريال مدريد بس النهاردة انا زعلت جدا جدا قدام فلمينجو فلمينجو فريق كبير جدا وعنده نجوم كبيرة جدا بطل كوبة لبرتادوريس بطلة امريكا الجنوبية للاندية بطل الدوري البرازيلي اسم كبير عنده لعيبة رائعة البرازيليين في حد ذاتهم لعيبة رائعة بس الاهلي النهاردة يا جماعة عمل مباراة لحد الديئة سبعين انا كنت مستني المباراة اخلاص واقول ان الاهلي لعب افضل مبارياته على الاطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للاندية الاهلي عمل كل حاجة هدف مبكر ليه في لامانكو في الديئة 11 المفروض ينهي الامور المفروض كل حاجة تخلص خلاص هدف بدري بدري والامور هتتقزم عن نادي الاهلي ورغم كده الاهلي قدر يرجع بتعادل وهدف فوس كمان اتنين واحد الجوني التاني بتاع عبدالقادر حكاية الحكايات والاهلي مسيطر ومضيع فرص وكل حاجة حلوة بيعملها في الكرة وسناريو عجيب غريب في 20 دقيقة كل حاجة بتنقلب كل حاجة طرد لخالد عبدالفتاح قابلوا فرصة حلوة لبرستاو بعد الطرد بعد الطرد الاهلي بيلعب عشر لعيبة ييجي لمحمد شريف انفراد يعني في منتهى السهولة انا برضو عايزة ابقى رفقا بالراجل بس في منتهى السهولة في منتهى السهولة تعباء يعني الموضوع يدايق انا كل ما شوفه على سوشن ميديا صورة ولا فيديو للقطة قدقي جداً في منتهى السهولة المباراة تخلص 3-1 وبعشر لعيبة تخلص المباراة بعد كده هدف بخطأ دفاعي مع محمد الشناوي ضربة جزاء لمحمد هاني مش مفهومة بعد كده خطأ خطأ من خطأ مش يعني مش منطقي من قليو دينج فتلاقي الدنيا كلها اطلقبطت فجأة اه ده نانسيت كمان ده علي معلول كمان ضيع ضربة جزاء فانت بتتكلم كل حاجة في المباراة لصالح النادي الاهلي وفجأة وفجأة الاهلي بيخسر بنفسه بيخسر نفسه لعيبة النادي الاهلي كان متعلقة طوال السبعين دقيقة هم اللي اخطأوا واهدوا المباراة لفلامينجو البرازيلي هل منطقة طبيعية فلامينجو البرازيلي يكسب اه هل منطقة طبيعة ريال مديد يكسب اه خد اللي اكتر هل منطقة طبيعة ريال مديد يكسب بنتيجة كبيرة اه فلامينجو يكسب بنتيجة كبيرة وارد بس أداء النادي الأهلي في المباراتين دول تحديدا يقول أنه الأهلي ما يستهلش الخسارة الكبيرة دي طيب واحدة واحدة كده بقى نمشيها واحدة واحدة إيه مكاسب الأهلي في البطولة دي هقولك أول حاجة النادي الأهلي دخل البطولة دي بمنطقة وكسب أكلان 3-0 وبأداء رائع جدا مبارات سيادة لشوت الأول ما كانش أقد كده بس الشوت تاني كان رائع جدا في مبارات ريال مدريد أنت كنت ندل ند مع ريال مدريد أنت كنت بتضيع فرص على ريال مدريد أنت رحت عالجول 11 مرة قدام مين ريال مدريد فرق أوروبية وعالمية كبيرة وتضعش تعمل كده مع ريال مدريد والمباراة كانت 2-1 وكنت تقدر تتعادل وفي الآخر خطفوا جولين بعد ديئة 92 وخلصت المباراة ربعة واحد النهاردة زي ما قلت لحد ديئة 70 أنت أفضل في كل شيء طيب طيب فإيجابيا أنت قدمت كرة حلوة قدمت الكرة المصرية بشكل حلو شكل في ندية مش شكل في خوف ورعب وأنك تدافع بـ 11 اللاعب تحت الكرة لأ أنا بلعب زي زيكم بس بصراحة وهتكلم معاكم بصراحة كالمعتاد يعني أنا قلت الكلام ده لما منتخم مصر خسر نهاية كأس الأمر الأفريقية لما منتخم مصر خسر المرحلة النهاية من تصفات كأس العالم أمام السنغال قلت الكلام ده وهكرره تانيشي إحنا عندنا قلب وعندنا روح تباعة للعب المصري وعندنا شوية مهارات وعندنا إمكانيات معقولة بس لما بديجي نلعب في مستويات زي المستويات دي لازم ندوس على دواست البنزين على الآخر عشان نقرب عشان نوصل زيهم عشان نقرب هم بكل بساطة أوصل للجول فرصة جول الفرصة بجول إحنا بنتعب قوي أنا بتكلم على اللعب المصري أو كلهم مصري بشكل عام بنتعب قوي 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 عشان نوصل أصلاً للمرمى طيب الأهلي وصل للمرمى بعدد كويس من الفرص قدام ريال مدريد وبعدد كبير قدام فالمينجو اللي بيحصل إيه وده اللي أنا قلته قبل ما الأهلي أصلاً يشارك في كأس العام القديم وده إنجاز مارس الكورولر الكبير مارس الكورولر لقى عنده مشكلة كواليتي مش جيد في مركز المهاجم أو في هجوم الأهلي بشكل عام طيب عمل إيه مارس الكورولر قال لك خلاص أنا والله لما بوصل في المباراة بعشر كرات اللعيبة بتاعتي ما بتسجلش طيب أنا هاوصل بعشرين أنا بقول على سبيل المثال يعني هاوصل بعشرين عشان هسجل هدف أو هدفين تمام وده اللي حصل في كثير من مباراة الأهلي في الدوري فرص كتير قوي عشان تسجل هدف أو هدفين أو ثلاثة لو بتيجي تلعب بقى قدام ليال مدريد وفلمانجو انت مش هتوصل بعشرين كورة عشرين كورة محققة يعني انت قدام ليال مدريد بكورتين أو ثلاثة وقدام فلمانجو بثلاثة أو أربعة المحققين انت وصلت كتير بس المحققين هنا اتنين أو ثلاثة وهنا أو ثلاثة أو أربعة فلازم لما توصل في الفرص الندرة دي تسجل بصراحة الأهلي دلوقتي ما عندوش الكواليتي اللما يوصل بثلاثة أو أربعة فرص بس محققة يسجل ما عندوش ده طيب مش الأهلي كورة المصرية يا جماعة محتاجين نقرب محتاجين كلنا نشتغل ان احنا نقرب للمستوى ده على فكرة لدي مشكلة إدارة أهلي ولا إدارة زمالك ولا مشكلة مارس الكولر ولا مشكلة فريرة ولا مشكلة أي مدرد في الدور المصري ولا أي إدارة في الدور المصري هي مشكلة عامة محتاجة تكاتف من الجميع ومحتاجة خبرات كثيرة إزاي نطور اللاعب المصري نطوره عشان لما يلعب في الليفل ده يبقى كويس بالمناسبة بالمناسبة أنت بتتكلم على نادي أهلي منافساته كلها بتدور فيه قبل ما بيوصل لكاس العام لأنديها مع كامل الاحترام لكل الفرق في الدوري هي دي المنافسة اللي هو لعيبة شبه لعيبة الأهلي أو قريبين منه يعني والله أنا عشان أرقص ممكن أقعد نص ساعة لف بالكورة وأخد على مهل رقص ولما بص الكورة يستلم غلط فييجي يروح يجري أخدها تاني بعد ما استلم غلط لو تيجيب بقى في المستوى العالمي ده محدش بيديك فرصة تستلم غلط محدش بيديك فرصة تلف بالكورة محدش بيديك فرصة أنك لما تضيع قول هيجي لك واحدة تانية مفيش حد بيديك الفرص دي فكله خطفي بسرعة بسرعة ولعب ودكة دكة دكة وقرار سليم هنا لما بنلعب في الكورة المستوى وستبعضينا أخدت كرار غلط مش مشكلة هيتعود ما هو القدام هياخد كرار غلط برضه وياخد منه الكورة هو راح أسجل هدف الليفل التاني الأعلى ده البعيد قوي ده محتاجين نقرب له طيب هنقرب له ازاي النقطة صفر اللي احنا دايما بنتكلم عنها في الظروف اللي زي دي محتاجين تطوير محترم في قطاع الناشئين محتاجين لما نجيب لعيبة أجانب نجيب بكواليتي أعلى من اللي موجود في الدولة المصري عشان يفيد اللعب المصري والأهم محتاجين احتكاكات من النوع ده زمان كنا بنلعب زمان زمان ده من أول الستينات حتى نلعب كتير كتير مع فرق أوروبية كبيرة بسبونسورز بقى ورعا ونشوف لها أمور مالية ونحلها بس محتاجين نحتكب الفرق دي كتير الأهل لو لعب ريال مدريد تاني في فترة قليلة مش هيغلط نفس الأخطاء اللي غلطها في المباراة دي هيغسر تاني غالبا بس مش هيغلط نفس الأخطاء دي فيبقى تعلم من الأخطاء دي فيعمل أخطاء تانية فيتعلم منها وهكذا مع فرق كتير نفس القصة المنتخب مصر نفس القصة النادي الزمانك نفس القصة لأي فريق مصري أو منتخب مصري بيلعب في منافسات فيها المستويات الكبيرة دي عشان نوصل للمرحلة دي عشان نوصل للمرحلة دي محتاجة شغل كتير محتاجة تحاد كرة يشتغل محتاجة ربطة أندية تشتغل محتاجة إضالة أندية تشتغل محتاجين كلنا نشتغل أنا اللي مزعلني بس إن الأهلي لعب مباريات حلوة مباريات فيها جرأة